السلام عليكم. نشوف دائرة جديدة من دوائر جي فت. اللي دائرة هادي يسمى بالبولت جيفايتر. واضح من هنيه. وعارفين علاش نستعمل في الدائرة اياه وش الميزاتها بولت جيفايتر نفس البي جي تي ونفس الوظائف مع هذا. طريقة الحل كيف جيبان تحليل تي سي. اول شي نشوف الدائرة اياه نقدر نحورها شوية. باش نحللها. نقدر نقوله شكل الدائرة الجديد من هنايا. هنا نقطتين واضح انه نقدر نرجحها لاصلها. يعني عندي مصدر واحد يغدي جنايا ويغدي هنايا. نقدر نفصلهم بيبدو يولوا الشكل الاتي. الفي دي دي. والفي دي دي. وعندي مقاومة هنايا. هل يفرق معي الكابستر في الدي سي? ما يفرقش قلنا هو اوبن. معنا نقدر نهم له. تمام? نقدر نزيد نحورها اكتر. نقدر نقول المقاومة هي نقول لها هكذا. يعني بيبدأ الشكل الاتي. يعني مقاومة هنايا اللي يسمها كم? هادي الار ون. هادي الار تو. هني الار ون. وهناي قاعدة الار تو لوتا. الار تو. وعندي المصدر بي دي دي بالموجب معناها الموجب فوق والسالب لوتا. وهناي عندي مقاومة الار اس. وعندي هنا الار دي. ومنها ماشي مصدر اليو بالموجب يعني نقدر نقول له هكي. يعني هذا شكل الدايرة جديد. طبعا نقدر في النهاية شن يهمني? يهمني الجهد اللي هنايا مطبقة هنايا. يعني معناها نفسها والجهد على المقاومة. نقدر نستعمل الفولدجي فايدر. الفولدجي فايدر. باش نطلع من هذا. او نقدر نبي نحول الدايرة هادي الى الشكل هوا. يعني نبي الدائرة نبي نرجحها كأنها سلف. يعني مقاومة. نبي المقاومة المكافية اهلية الار جي. طبعا ما تهمناش هالبا. لان دي ما قلنا التيار اللي ما رفعها بزيرو. با وهمنا مصدر. هل يقول الار تفن ولا نسموه احناي الوي جي هنا. باي. وش اني همناها تاني? هادة. يك نكون وحناي دايرة هنا الار اس. وهناي شم يكون فيها وار دي. ويكون فيها هنا المصدر هنا كم هنا الوي دي دي وهنا الار دي. يعني نبي نحول الدائرة هادي للشكل هوا. علاش اني همني الجودة اللي هنايا. والمقاومة يعني جزية هادي كلها. هي كلها يعني. لقد نعوضه. يعني احناي نعرفوا دي ما اي مقاومة. انكترونية واحد. وحلت على هالبا مسائل. انه اي مقاومة نبي النقطة جودة على النقطة هي ناخد هادي نسموها ار تو هادي الار وان. وهذا متل نسموها اي ذي. دي ما نقدر نحورها للشكلة هو مصدر مقاومة للار ديفنين والفي ديفنين عن طريق الشكل الاتي. يعني يعني نبي الجودة هنا. هو المصدر هو هو الجودة على المقاومة هيه. يعني الفي ديفنين يساوي الار تو على الار وان زايد الار تو في المقاومة المقاومة على مجموع المقاومات مضروف في المصدر. والار ديفنين شنته يساوي هي لما ندير الار ديفنين شن عبارة عن كان المصدر يبدأ شورت معروف هادي لما نديره في هادي المقاومتين هماشين علاقة ببعض مقاومة هادي المقاومة هادي توازي يعني الار تو توازي الار ون طبعا هادة يهمنا وين في البي جي تي في الار توازي هنا في في الجيفة مهمنيش الار توازي علاج ديما لنا التيار هاللي مار هاكده لا يجي ديما قيمته بسفر ديما قيمته بسفر يعني مهمنيش الار جي مش هنعود بها بكل تمام نحلل بحي من هنا شي يساوي هنا يعني هنا ديما الفي جي اللي يهمني لان هو اللي الجهد هو يعني ديما اهمني جهد المصلة على الجيفة يساوي من هنا او من هنا هي الار تو على المقاومة اللوطنية بشن فوق النية ار تو جهد على المقاومة هي مضروف في شنو في الجهد اللي هو في دي 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 ثانية حاجة تانية هيكي بنكونو ديما هادة هيكي نكون ونحللو حللنا يعني المصدربة يعني توحالين يهمني شنو يهمني يعني يعني هو اللي يهمني باش نطلع به نطبق العادي هنا موجب سالب طبعا المقاومة قلنا ما همناش نعوض عليها كانها فاهمنا فيه من قبل ديما المقاومة هي نهملها كانها مش موجودة في التحليل هي موضيفتها ونعوضش عليها لانها ميمرش تيار تمام شن عندي هنا هنا موجب هنا سالب وهنا شنو موجب سالب نعوض هني الطرف التاني موجب يعني باهي الطرف التاني هنا شنو على المكتف على الكابستر سالب علي وسالب الشي اسمها النقطة طرف التاني هنا شنو بالسالب مقاومة اسمها يساوي زير وانا يهمني معناها يساوي كداش ال VG ناقص ال ID في ال RS وهذا القانون الخاص بالVVVV تمام نشوفه نشوفه آآ نشوفه تاني ال ID كيف نحل له نفس القانون الاول شوق لي قال لي وال ID ساوي ID اس اس واحد ماينس ال VG اس على ال VB لكل التربيح تمام وشن عندي تاني نقدر نطلع مهنية نفس اللول بالزبط كانين نحلل في دايرة نحلل في دايرة آآ نحلل في دايرة آآ آآ يعني شنو يساوي مهنية اللي هو عبارة عن ناقص الجودة اللي هنا يا يساوي يساوي مصدر ناقص مجموع الجهود مصدر هذا ناقص الجهود التاني شنو عندي جودة هنية وجودة هنية والتيار يمر فيه من نفس التيار يعني ال ID ال RS زايد ال R D يعني هذا القانون الخاص بال VD طبعا نقدر نحلها بالألة الحاسبة لما نبقوا نجيبوا ال ID او طريقة الرسم طريقة الرسم هناك كيف تكون الفرضية حني عارفنا ديما كيف نرسموه كيف نرسموه العلاقة بين ال ID وال VGS يعني العلاقة تكون بينيه VB وتكون ID SS ونرسم فيه كيرف كيرف معين نرسم فيه كيف العلاقة هنية للشكل الاتي يعني نعرف ان الفولد الفولد جيفايدر ال VGS متاعها كم طلعنا هنية تساوي ال VG ناقص ال ID في ال RS طبعا الفرضيات متاعنا كالشكل الاتي نقدر نحن عشان ندير فرضية لولا ديما زي قبل نفرض ال ID بتساوي زيرو لما نفرض ال ID بتساوي زيرو عشان بيطلع لي ال VGS بيساوي ال VG لان هذا كله بيمشي بزيرو بح انا عشان بيطلع لي انا بتطلع ديما تطلع في تقريبا ديما تطلع بالموجب الفرضية التانية دي مش زي قبل احنا في العادة عشان نفرض ونقول ان ناخذ ال ID المكسيمون هي ال ID SS او فيه طريقة تانية ابسطة شوية عشان ندير في الحالة هي نفرض لنا ال VGS حتى طريقة اللولا صحيحة في نهاية توصيل بين نقاط نفرض VGS بزيرو لما نفرض VGS بزيرو شي بيقعد لي يعني كنا زيرو هذا VG ناقص ال ID في ال RS معناها ال VG يساوي ID في ال RS يعني نبي منه نبي نبي ال ID يساوي ال VG على ال RS معناها شم ينصير لا نفرض مرة ال ID بزيرو برة نفرض VGS بزيرو تطلع لي نقطة تانية تقريبا على المحور هو لانه نفرض VGS بزيرو لما نفرض VGS بزيرو معنا هنا يزيرو تطلع ال ID قيمة على المحور نوصل بين النقاط وامتدادهم هي النقطة التقاطع اللي بيعطيني هنا ال ID قيو نقطة اللي اشتغل فعال وال VGS اي كيو هنحله مثال وحتوضح اكتر ان شاء الله تكون واضحة تلاقوا في فيديو جاي بمثال